اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغادير في البداية مرحبا نتكلم عن الغرور ونتكلم عن الأشياء هذه انا بعترف لك بصراحة نعتبرها انه افتتاحيت البرنامج بما انه حنا حنتكلم عن المسرح اغادير انا اول ما شفت اغادير كنت اقول اغادير اللي شايفة نفسها شوي فيها شوية غرور اوكي هي اجتماعية بس فيها شوية غرور لكن يوم كان في شغل بيننا يجمعنا لقيت انسانا مختلفة ابيعرفوش السر هذا اللي يخلي الناس في احد قد قللك الكلام هذا كثير من ايام الدراسة وانا كنت ادرس كثير لما يشوفوني من بعيد ما يحتكم فيني طبعا زميلاتي بس بعد فترة لانه انا يمكن مني اجتماعية كنت كثير وعشت على كذا انه انا اخاف من الناس اللي قدامي مو خوف يعني انه انك تحتكين فيهم ما تكونين انتي او ما يكون هما متقبلينك فاحب يعني لو احد جاء تكلم معاي يلاقيني انسانا ثانية ينصدمون حتى في الدوام كل مني شوفني يعني زميلاتي يقولوا تصلحين انتي مديرة مشرف كهيئتك اختي في البيت قبل فترة تفاجعت منها وانا رايحة لبيت اهلي فتقول لي اغادير شكلك كده مديرة ما كان يعني يعني هي الهيئة سبحان الله يعني غير اللي بداخلك يعني الهيئة غير ما تعكس اللي بداخلك يعني ما تلو من يوم ما كنت أحبك لا والله انتي عسل بجميع حالاتك الله يسلم اغاديرنا نبغى نتكلم بداية عن المسرح ودائما ابو الفنون ما نبغى ندخل احنا عن مشوارك الفني الطويل كان لك بصمة في الإذاعة وكان لك بصمة في الإدراما رح نبداها اول شيء بابو الفنون اللي هو المسرح نبغى نتكلم عن المسرح بما انه انه مشاء الله عليك في المسرح جدا شاهدت بك مجروحة حبيبتي مبدعة مبدعة في المسرح وعرفت تعرفي مشاء الله عليك كيف تقدري تحركي خشبة المسرح وتشيلي زملك الله يسلمك حبيبتي طبعا اول مسرحية كانت لي اخيرا عدنة واخر مسرحية هي الشيخة مزنة طبعا انا كنت جدا متخوفة من اول مسرحية اشتغلتها كان دور رئيسي ومتعب مع انه كان دور الخادمة لكن الخادمة هذه اللي تقلب الموازين كلها في البيت هي اللي تخطط وهي اللي تدبر بس طبعا الحمد لله قدرت اجتاز في ثلاثة ايام حفظ النص لانه نادوني على الاخير ما كان موجود ممثلة انها تتقن كل ما يجبون ممثلة ما تتقنوا الدور فكلمتني امل حسين قلت لي عندنا مسرحية وباقي ثلاثة ايام على العيد تقدرين قلت لها ان شاء الله شافني عبدالله العامر استاذ احيي وقال لي انتي مبدعة جدا وان شاء الله راح تكونين معاي في كل مسرحية بالفعل استمرت معاه يعني انا لي يمكن سنتين بس اللي ما اشتغلت معاه ولا يمكن خلال ثلاثة عشر سنة اللي فاته وانا مع سادة عبدالله العامر كيف كان احساسك في المسرح احس انك يعني مثلا خلالنا نتكلم بصراحة شوي ايش تحسيها اقرب لقلبك هل مثلا الدراما التلفزيونية ولا المسرح ولا الاذاعة بصراحة يمكن الاذاعة والمسرح هم اقرب شي يعني التلفزيون متعب بجميع النواحي بشهم اقربين لقلبك يمكن مثلا المسرح لانك تكون انت مباشرة مع الجمهور يعني الواحد يتلقى مكافأته على طول فورية من الجمهور بس طبعا التلفزيون اشوف نفسي غير حتى انا يمكن يعني اقول ليش انا سويت كذا ليش انا فعلت كذا ليش طبعا لانه ما فيه اي بروفا انت تجي انتقرين مشهدك على طول على المشهد بس بالنسبة للمسرح طبعا انت عارف ان اخذ عشرين يوم بروفا الواحد ممكن يقدر يتمكن ممكن انه يقدر يضيف ممكن انه يقدر يسوي اي شيء يضيف الفيهات يعني لك مساحة كبيرة هو يمكن هيبة المسرح وخافك من الجمهور وخافك انك مثلا احدى اول مرة تطلع على المسرح ممكن يعني تلاقين تقول اللي جنبي يمكن تنسى تقول لي الجملة وانا ما اقدر اقول بس الحمد لله يعني مع الخبرة قدرت اني اتلافها الاشياء هذه كلها لان المسرح يبغى لها سرعة تبديها يبغى لها طبعا اللي هو لغة الجسد هذه اشياء فيه اشياء مهمة في المسرح لازم الفنان يكون يعرفها اساس انه يتلافاها وقت ما يكون فيه مشكلة على المسرح يعني المسرح بالنسبة لك يمكن يكون مقرب اكثر تقريبا لانه يمكن يكون زي ما قلت انه يكون ما بينكم ما بين الجمهور ما فيه حواجز اكيد والإذاعة طبعا هذه بيت الثاني ما انساها يعني ما انسا فضل الله ثم فضلهم لانه هم اللي علموني هم اللي اسسوني بالإذاعة طبعا لقيت انا يمكن ممثلات تلفزيون ما اشتغلوا إذاعة لكن تمثيلهم مع المسرح تلفزيوني يعني انت اذا المسرح صوت وجسد مو زي التلفزيون يعني شيء شيء ثاني يمكن إذاعة الصوت هذا اللي يوصل إحساس ويوصل كل شيء فرح حزن للمستمع هذا متعب برضو اكثر اني تقنعين المستمع بحزنك وبصرحك وبكل الحالات اللي تكونين فيها بس المسرح يمكن هي برضو يعني الإذاعة سقلت المسرح أو أنا سقلت المسرح بالإذاعة تقريبا فعشان كذا كان علي تقريبا سهل سهل كثير لكن البنات الباقية ممثلات يعني أشوفهم يوقفون ما في حركة المسرح يبغال حركة يعني طب وش راكة في المسرح السعودي بشكل عام والله بكل صراحة نتكرم صراحة من الفنانات من النصوص اللي تقدم بشكل عام والله شوفي المسرح السعودي حلو بس أكيد لازم في نواقص يعني لازم ما في أي شيء نخية النص طبعا أنا أول مسرحية في العيد هذه الشيخة مزنة مو عشان أنا الشيخة مزنة لا والله بس أول مرة أحس أنه في نص يحكي عن واقع مجتمع يعني معقولة 14 سنة هذه ملكة الشيلي أولي يرضي أغاذير ما في يعني كأدوار أو كنص تقريبا كأدوار كانت رئيسية لكن ما هي الأدوار التي أنا مقتنعة فيها أكون يعني حبي للمسرح يخليني أوكي دور بطولة لكن الشخصية تكون شخصية عادية صدق أنها تكون تقلب موازين التي أكون يعني تعامل مع جميع الأفراد الموجودين أنا الوحيدة يعني أكون مع جميع الأطراف لكن ما حسيت بالإشباع إشباع في الشخصية يعني بس الشيخ خمزنا حسيت أنها تعالج كذا شخصية فيها مسيجات لكل الفئات العمرية يعني حسيت أنه أنا أتكلم حتى على يكشع الجسمي من كثر قوة النص يعني إحنا نحتاج مثل الأستاذة خديجة عجاج نحتاج مثل هالكتاب طراحة في المسرح لأنها تروي تروي عطشنا وتروي أيضا مشاكل اجتماعية بس نحس بشكل عام يمكن المسرح السعودي ما هو زي الدول الخليجية لها حركتها الزايدة أش رايك أنت بالكلام أكثر من الفنانات الضائق يقولك أنه ما في مسرح عندنا هنا طبعا أكيد لأنه يمكن اللي بره يعتمدون على التذاكر لكن احنا هنا بالنسبة الأمانة مدينة الرياض لها ميزانية وما قصر وصراحة ودنا طول السنة أو حتى في الإجازات الصيفية مو بس بالعيد تختصر بس على حسب ميزانية الأمانة كيف تحسي الحضور؟ هذا أهم حاجة أن الحضور الحضور؟ في المسرحيات بشكل عام طول السنين اللي مضت يعني هل تحسي أنه بتزايد وليس قاعد ينقصوا شوي شوي؟ والله يشوفي الحضور يمكن هالسنة لجميع المسرحيتين كان متوسط لكن المسرحيات اللي قبل كان الحضور جدا رائع يمكن على حسب المكان مركز الملك فهد كان يعني يمتلي وناس تجلس على الأرض يعني يمكن الدعاية برضو لها سبب و يعني الناس ممكن يمكن تسافر الناس في عيد غير عن عيد يمكن هذا يخلي يقل لكن كتفاعل لا يعني في العيد يكون تفاعل قوي أول يوم يكون خفيف يمكن نص اللي تحت يمتلي لكن ثاني وثالث يوم يكون المسرح فل خلنا نسترجع شوي من الذكريات ونشوف إحنا وإياك بعض اللقطات من مسرحية الشيخ خمزنا الشيخ خمزنا هي اللي أنت طبعا أعزائي المشاهدين نطلحنا وإياكم ونشوف مشهد من مسرحية الشيخ خمزنا اللي نعرضت طبعا في أيام العيد ونرجع لكم اشتركوا في القناة وش فيه وش فيه وش فيه وش فيه كنتي صارة زالي المروحة قوليلي وش عيدت أنا زي المروحة قوليلي كفة واصل عمي تركو مي لا لا بس خلال تركو مي قوليلي مين السعوبية الحرمة السعوبية الوردية الخارق الطبع المخصصة إلا وانا مشاكينة مين شفتي وبعدين متى يعني من اللي في قدر العلميني من اللي يقدر حبيبتي ما يعرفون زوجاتهم إلا لما يسرون على أبصاد الفقر تحلهم الفقر حبيبتي هم خنارج وطلعوا ولا حد شفتهم يعني أسيلي طارد عيالت يا مزنق حبيبتي الحلالة وش فيها ما يصير بنتم سيبقلك عدهم بابو ها ولا المفروض ما يصدقوني ها كلمة من طرف الثاني لحلي ما احنا قائنا لكا قلب الأمة بيس على عيالها وما عز من الولد إلا وز الولد يحبيبتي بس مثل ما كثير عقوني هذا اسمه عقوب والديك هذا انتو هذا انتو يد أهد اتورون عيالكم المر تسكونهم الأمر ريء اتورونهم الوين وإذا اشتكوا العيال حتى العيال حتى العيال لهم عقوب بس 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 اسمعي يا شيخ مزناك اسمعي يا شيخ مزناك اسمعي يا شيخ مزناك في أمريكا حتى العيال لهم عقوب الواحد من يصير عبره 18 سنة ياخذ حقه في الكامل تم حق أمريكا واللي جانا من أمريكا اسكت يا بنت صوريها صوريها سناب شاك ونزليها ابو روح لها شكرا تعبت الجدار بكم هناك انتم وقت خلصين هنا مانتنين عني اي 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 مرحبوا بكم مع أزائي المشاهدين يا هلا ومرحبا بالشيخ خمزنا أيام وخصوصا أن رجلك كانت تعورك لحظتها جد كنت عندي إصابة بالرجل فالحمد لله جد فجأة ونحن بالبروفات مثل ما أنت عارفة بس الحمد لله قدرت أخذ المسكنات لن نهاية العرض وما زلت مستمرة بالألم يعني لحد الآن يمكن الألم يهون قدام ما طلعي قدام جمهور أكيد ننساه تماما يختفي طبعا أحب حي أستاذة مريم الغامدي وأنا كثير سعيدة أني وقفت معها بالإذاعة والتلفزيون وهذه أول مرة أوقف معها مسرح فكانت لأنها هي ما أول مرة تمثل مسرح فكنت سعيدة جدا لأنه أنا يمكن ربيت على يديها بالإذاعة علمتني طبعا اللغة العربية الفصحة كانت عندها برنامج تمثيلي فكثير كثير يعني استفدت منها كثير حتى يمكن في حياتي الشخصية في مثابرة أعتبر نفسي أنه تقريبا الكثير حتى اللي يعرفوني المقربين اللي يقولوا لي أنت مثل مريم الغامدي فأنا يسعدني ويشرفني طبعا وكثير سعيدة طبعا بني اشتغلت مع الأستاذة لورين عيسى لأنه بصراحة كان من أول ودي أني أكون أشتغل معها والحمد لله يعني يشرفني كثير وإن شاء الله ما يكون آخر وأول عمل إن شاء الله إن شاء الله دائما إن شاء الله عليك يعني كي زي ما قلت لك شهادتنا فيك مجروحة إنه إن شاء الله عليك عليك في المسرح لا إله هلا الله اللي يشوفك في التلفزيون ما يصدق إن اللي يشوفك في المسرح مختلفة تماما بما أنه تكلمنا عن مريم أيضا وتكلمتي عن الإذاعة نرجع مرة ثانية للإذاعة لأنه ما أعطينا الإذاعة حقها صح ولا لا صح لو أتكلم عن الإذاعة يعني واحدة كانت في المتوسط وتدخل الإذاعة طب كيف؟ هذا اللي ودي أعرفها إنه كيف غاد قدرت تدخل للإذاعة مين أعطاها الجرأة إنها توقف وراء يعني شيء غريب يمكن بالنسبة لأي شخص يقولك أنا من الصعب أني أنا أوصل أحساسي وأنا مبتسم أحساسي وأنا حزين كيف قدرت توصل لها للمستمع؟ والله يشوفي بداياتي يعني كانت هي أحنا ثلاث أنا وخواتي فنتين فأختي كانت عندها زميلتها تصير خالتها زميلة أنا مسيها بالخير وحشتني كثير زهوة فهي اللي كانت بالإذاعة فقدمنا الإذاقات جبوا أوراقكم وقدمنا فاستشرنا الوالدة طبعا كان طبعا صوتي أنا صغير فقالوا خلاصي تكون الطفلة يعني بأدوار الطفلة فلما دخلت الإذاعة يعني كنا في فترة تجربة صوتية يعني يمكن واحدة من أخواتي هي اللي اجتازت التجربة حين قلونا لكم إعادة فسبح الله يمكن قعدنا تجربة شهر وبعدين سونا إعادة تجربة صوتية والحمد لله اجتزناها طبعا هم تزوجوا بمجرد الموافقة من الإذاعة تزوجوا وطبعا أنت اللي استمريت رفضوا أنا استمريت بالإذاعة لين تزوج طبعا قال لي زوجي ما في معنى بما أنها موهبتك يعني ما في معنى ما رح يأثر على شيء إن شاء الله فاستمريت بالإذاعة بس بعد ما التحقت بالمسرح تقريبا يمكن خفتت شوي على الإذاعة كان المسرح والدراما تلفزيونية قبل المسرح قبل المسرح طبعا المسرح هذا هو اللي فتح لي باب أنه أنا أكون في التلفزيون يعني كثير يعني عبدالله العامر أصر أنه أكون أنا ممثلة في التلفزيون وما قصر يعني حاول أنه يدعمني كثير يعني لحد ما يوصلني للتلفزيون طبعا أول مسلسل كنت مع ساذة مريم الغامدي مثلت معها في أنا وأنت والإنترنت يعني ممكن الناس تفكروا أنه عيالي قرية هو أول عمل لي متى كان في عام كم؟ تقريبا عام ما أنا بديت عام 2008 على آخر 2007 بداية 2008 كانت عيالي قرية يعني مثلت تقريبا بيني وبينك برضو كانت في نفس السنة مثلت 37 قبل عيالي قرية طبعا عرض عيالي قرية قبل 37 فشافني ناصر أبو راكان الله يمسي بالخير قال لي أنت بالفعل أول مرة تمثلين قلت لقي يعني هذه بدايتي كانت قال لي ممتاز أنا انبسطت كثير يعني لما قال لي يعني صراحة ما شاء الله عليك لأنه 37 كان معاي ثلاث حلقات معاهم فانبسطت كثير من أداي بعدها رشحوني على عيالي قرية أنه أكون زوجة الخال فجأة كذا بعد خمس دقائق السيد عبد الرحمن الزايد بعد أمسي بالخير الله يسعده إن شاء الله قال لي غدير إحنا ما يهون علينا تكونين معنا في خمس حلقات نباك تكونين أختهم واللي هي كانت 16 أو 17 حلقة وتكون بطولة قلت له بالعكس أنا يشرفني أني أكون أشتغل مع قطبين الكوميديا أستاذ عبد الله وأستاذ ناصر هذا شرف كبير لي أني أنا أكون معهم وراح يكون لي أستفيد منهم فاشتغلت معهم الحمد لله ما شاء الله عليك يعني كان لك حتى تواجد أعتقد في 11 مطاش كنت مشاركة أي طبعا بعدها صرت في 11 مطاش واستمرت يعني معهم الحمد لله وصالت بالنسبة لك خلاص دخلت في تلفزيوني العلم للتلفزيون ونسيت الإذاعة والله ما نسيت بس الإذاعة يعني التلفزيون أنت عارفة كيف يعني تصوير المدة طويلة الإذاعة محتاج تكثاث أيام تقريبا في الأسبوع أو يومين بالأسبوع على حسب البرامج اللي يكونين وبعدين الإذاعة الآن يعني ما فيها برامج تمثيل يعني كلها تقديم ممكن كل ما أسأل بعد فترة يعني ترى ما يهون عليه أخذ أخبارهم فيقول لك الحين معت في دراما يعني كلها بس برامج تقديم فأحنا يعني أنا صدق كنت تقديم وتمثيل لكن أحب التمثيل أكثر من التقديم وبالنسبة طبعا للإذاعة والمتوسط فتقولين لي كيف دخلت الإذاعة طلعنا من الموضوع كنت أنا في الإذاعة المدرسية يعني كنت أحب أن أقول إذاعة المدرسية فما صدكت على الله أني أنا يعني أقبلوني في الإذاعة وصرت أحب شيء اسمه مايك فالحمد لله يعني استمرت لحد ما دخلت قتلك المسرح وبعدها التلفزيون حلو قبل الله ندخل في المشوار الفني الطويل مشاء الله عليك في الإدراما التلفزيونية والإذاعة والمسرح نبغى تكلم النقطة مهمة أنت في بدايتك واجهت شوية صعوبات من ناحية الأهل والناس أنه كيف فتاة صعودية وتطلع على الشاشة تكون إعلامية يشوفوها أبغى عرفش الصعوبات وكيف قدرت أنت بقوتك أنك أنت يعني تجتازي جميع المراحل هذه وتوصل للي أنت تبغيه هل هذا وجود زوجك جنبك كان يساعدك والله يجبني أنا زوجي كان رافض بما أنه هو طبعا من أهل الجنوب فكان شوية متعصب بس ما هو عايش عايش بالرياض بس تفكيره يعني شوية متحرر يعني بس كان رافض في البداية فلما شاف دعم الجرايد في المسرحيات وبعد كذا قابل مرة أستاذ علي المدفع الله يذكر بالخير يقول له كان موصلني أو جاي ياخذني من اللوكيشن طبعا كان هي المرة الأولى والأخيرة أصلا لأن زوجي ما يحب أنه يدخل معاي في مواضيع لوكيشنات أو دوام أو شغل أي شيء ما يحب يكون متواجد يحب كل واحد له خصوصياته فقال لي يا أخي خلها تمثل يا أخي تلفزيون حرام عليك يا أخي وأنتي ودك أنا أكيد كان ودي بس كنت متخوفة يعني طب خلنا أعترفي يعني شكلك أنت اللي قائلت لتكفت واصط لي لا والله ما كنت بس قال أنا وش خلاني يعني أنا يمكن يعني لما وافق زوجي قلت لها الحين نحن في المسرحية ويبغون يأخذون صور في الجريدة فخليني أخذ مدامني أنا بأطلع يعني في التلفزيون عشان قبل لا يعني نينفذهم لا قبل لا يقول لا خلاص معت فيه بطلت هون فأخذتها فرصة أنه أنا أصور في الجريدة وأطلع في ذاك اليوم بالمسرحية قبل لا أطلع التلفزيون عشان خلاص الناس شافوني يعني ما تقدر تتراجع أنت فقال لي خلاص أوكي قلت له خلاص يعني بتخليني أمثل قال لي أوكي فعلى طول صورت بالجريدة ونزلت الجريدة في أيام العيد وأنا في صورتي حتى أذكر جميع الممثلين كلموني من دهلين طبعا قالوا أغادير صورتك في الجريدة لا يكون بالغلط قلت لهم لا أنا إن شاء الله أمثل تلفزيون وهذه البداية عساس أنه أصرح يعني أنه أنا خلاص فكانت هذه يعني قدر نقول أنه نجاح أغاديره وسببها زوجها أكيد يعني لها الفضل بعد الله ما أنسا يعني زوجي يعني أعتبر قولي يعني يمكن كبيرة بس أنه أنا أعتبر وطني أعتبر يعني كل شيء أخوي الصديق يعني كل مشاكل وهمومي يمكن ما أقولها الأهلي بل أخواتي يعني أقولها لا أنا لأنه من النوع اللي ما عندي ما أحب الصداقات القريبة مني يعني ما تلاقين لي صديقة خاصة لأنه متحفظة كثير فتلاقيني هو اللي أشكي له هو اللي أنا وإياه نشكل بعضنا يعني هو سندي بعد الله سبحانه الله يخليكم لبعضه وأكيد أنه النجاح اللي ما وصلت النجاح اللي وصلتي له أكيد هذا بوجوده ودائما يعني يقولون وراء كل رجل عظيم المرأة لحين انقلبت الآية حبيبة قلبي نطلع أحنا وإياك بما أنه تكلمنا يعني دخلتين أجواء رومانسية وزوجي والأشياء الحلوة اللي ما شاء الله عليه قدر أنه يوقف معك فيها نطلع نشوف سواق المعزيب يلا أعزائي المشاهدين نطلع أحنا وإياكم نشوف مشهد من المسلسل سواق المعزيب ونرجع لكم بشر بشر من عند الباب أنا أبو صوالح امتها الماء مقبل المكسنة على رأس ستي والدت لبرك الربيد الجميع خير يا أبو صالح وش عندك أمنين يجا الخين والدت سباشير عاثم بالبلد فساد هي أبو صوالح خاف ربك أولدي نايم جوا وما طلع من البيت روحي إلى هذه خليني توطع ببطنها مصدر بولدي لأبع الضلر إن شاء الله هبشر أبا روحي صحي ويجي يتفاهم معك يما يما والدت أنا هنا عند الباب تعال تعال يا أولادي أبو صالحي أبيك لا ما بيه قولي له بشر ريه يصرح ويخليه لا يجي أولادي بره ثانية خلاص أنا قال للأولادي لا تلعب على الأكبر منك ما راح أقول له بره ثانية واني لعب أولادي أبطقة خلاص أبشر 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 هيا يا أمار لا حولا وأنا قوة ألابي يا ربي وش أسوي بها الولد ذبحني يا ربي يا ربي وش أسوي يا ربي رحمتك يا ربي قمار قمار بس موهب أربعة عشر عشان ما نكذب يما ها ثلاثة عشر اثنى عشر ما شاء الله عليت يا يما ما شاء الله عليت يا أولادي يا بشير يا أولادي ارحمني ارحمني كل يوم واحد جاي يشتكي عند الباب ليه في أحد بعد جاي يشتكيني اليوم يما هي أبو صالح جاي يشتكي ويقول النقطة قولدة صالح؟ صالح ذا يما أساسا ما تربى ذا أنا اللي بربيه أجل يما كل ما حطينا لمبة عند العزبة جاء وكسرها لا وذاك اليوم يما يمشي بالشارع وقلها لقيت يشرب بارد قلت له بقلي بقلي قال لي لا قلت له بس جغمة قال لي لا وعي وراح قمت خدت حصا بس وسكيت على راسها منها بس يما ما سوت شي يا بشير يا بشير ارحمني وش لك وش الهلب زارين لو انك متزوج كان عندك ولد كبرى يما انت تعربيني ما أنا ماني بغت على أحد يما هم هم اللي يخطون عليه الله يطول عمرك يا بشير يا بشير ارحمني يرحمني الله يرحمك من يوم ما ما تبوك وكل يوم واحد جاي يشتكي عند الباب حرام عليك يا ولادي بتجيب لي السكة بالضغط الحمام الحمام يما تعال 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 انا ما اخلص كامي احل وش لكوش الهالحمام ما عندك شغل لهالحمام ولا بس فالح بس شكاوي ناس هذي جايتني كل يوم يما يما بس اسألك سؤال الحي الحمام الحمام اطعمتي سقيته سويتش هيلة لابد ما اعطيتهم ولا شيء ايه بس فالح بها الدجاج يما تحطي له مدروي شو ده حمام حمامي ناسينا بعدين اسمعي اذا 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 جاء ابو محمد اليوم يشتكي ها اسمعي من طرراني بطق دوردها محمد اليوم ناويه ناويه اليوم ما يا ولد يا ربي وش اسمي بالولد يا ربي يا هلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين ويا هلا ومرحبا بضيفتنا اللي منورتنا اليوم الله يحبا سواق المعازيب طبعا كان من انتاج بشير غنيم واخراج محمد العوالي طبعا كانت بطولة بشير وبطولتك ايوه ومن بعد بطولة تقريبا والله تعرفين الواحد اذا كبر صار في زهايمر بس عارف المشاركين يعني كانت في زارة وفي سارة ومحمد المنصور وعلي المدفع محمد الغايب يعني مساعد المدهش في كثير يعني كانت تقريبا هي عمل يتكلم عن القرية ايه تقريبا يعني تقريبا شبه تراثي تقدرين تقولين بس كان حلو كثير مع بطولتك بطولتك مع انه 17 حلقة بس انه يعني في مساحة كبيرة انت تشبينها لانها كانت فيها طابع الكوميدي تقريبا ايوه يعني مو كوميديا بحتة بس انه يعني الام المتنوعة تصير مرة زي الاخت مع ولدها بعدين تقلب عليه تصير امه وتعصب وتخاف عليها على مصلحة تحرم عليك ما لقيت له بشير تعصبي عليه هذا انسان جدا رائع انا احب اشتغل معه يحسسك بارياحية كثير كثير يعني يعني سعيدة انا صراحة بالعمل معه في سواق المعازيب بما انه تكلمنا عن بشير بما انه تكلمنا بشكل عام عن المنتج انا اريد ان اتكلم وناخذ رأي اغادير بصراحة عن المنتجين في السعودية اشراك فيهم والله يشوفي انا يمكن افضل المنتجين عندي بالسعودية يعني ناس تخليك مرتاحة نفسيا ومعنويا ماديا ممكن ماديا يعني هذا ولي يمكن يخلونك يعني تجين من الوكيشن وانت مبسوطة يعني ما انت مكشرة او على مضض يعني تبغين بس تتخلصين وتتطلعين لا يعني عندك استاذ عبدالله سدحان وناصر القصبي جدا 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 تواضع لابعد درجة ترتاحين حتى ناقصك شيء محتاجين شيء لجميع الممثلين ممثلات مو بس يمكن الانتة يمكن عساس انها تستحي اكثر فتلاقينهم يسألونها اكثر الشباب شوفوا محتاجين شيء علمونا عندك اللي طبعا شهادتي فيه مجروحة خالد الراجح منتج بمعنى الكلمة بمعنى من المنتجين الشباب اللي يمكن تقريبا لهم يعني نقدر نقول من اللي لهم عملين تقريبا ايوه تقريبا عملين وكرتون واحد بس انه جدا هالانسان يعني كلمة رائعة قليلة في حقه بالفعل يعني انا ما احب اجامل وانتي تعرفيني زين ولا احب البرستيج وفلان وعلان لانه ما احد قاطع رزق احد ولا احد ما اكل احد شيء انا اتكلم بصراحة يعني احب انه اكون اعطي كل انسان حقه يعني السيء اقول سيء وخالد يكونون متواجدين باللوكيشن يعني يقولي عبدالله وناصر يعني محفظ الالقاب يعني ممثلين يعني لازم وجودهم في اللوكيشن لكن خالد مو ممثل لكن تلاقينا متواجد معنا من اول رن الكاميرا الى نهاية اليوم يعني خلصنا تصويره ويركب سيارته واحنا يشوف يجلس جنب المخرج يشوف اللهجة يتابع الممثل يقولك ترى انت كنت كذا كنت كذا لان هو كمشاهد لعرفين لما كان ممثل يمكن يشوف الممثل انه انا افضل من فلان لكن هو ممثل فكمشاهد تاخذيه مننا يعني يقولك والله انت كنت هنا سيئة كنت هنا كويسة طبعا ما اقول انه هو ناقد بس عنده خبرة يعني تعجبني كثير فيه طبعا عندك استاذ فايز المالكي ايضا قريب مننا فايز بس ترفعين السماعة تقولين له كذا على طول في خلال ثواني طلبك مجاب طب انت اشتغلتي مع المنتج الممثل والممثل يعني المنتج الممثل والمنتج اللي ما له في الام fourدرامية اللي اللهم انه هو منتجه بس طب ايش اللي حسيتها ارياحة لقلبك او انه حسيت ان انا فعلا قاعد اتعامل مع شخص هذا اكثر من شخص هذا ارياحية هل المنتج العادي أو المنتج الممثل معنى ببعض يقولك لا المنتج الممثل دائما يكون يعطي الأدوار لنفسه اكثر ويتجاهل الممثلين اللي يكونون معه هو ما يتجاهل بس شيء طبيعي أنه يعطي نفسه الأحقية في أنه يطلع في جميع الحلقات هذا هو يعني خلنا عندنا هذا طبعا ما بأنسها أستاذ حسن عسيري مع أنه أنا التقيت معاه في كندا فقط يعني إنسان جدا رائع أنا ما قلت شفته مع أنه اشتغلت معاه أعمال كثير لكن ما شفته إلا في كندا وكنت قريبة يعني قريبين معاه في فندق واحد وكانت تميع مشاهدي معاه هذا الإنسان طيب طيب لأبعد درجة يعني أنا أكل لك كل احترام لأنه بيّن معدنا في فيس الواحد يقولك ما تعرفين إلا في وقت السفر بالعكس يعني صراحة كان جدا جدا حتى مثلا أنا خلصت وكان باقي لهم يومين أساس السافرون قال خلاص خلوها تجلس يومين ونسافر مع بعض كلنا مع بعض يعني أي منتج ثاني بسرعة بسرعة خلص الممثل سفرة على طول ما يخلي يجلس قال يمكن تبقى تتسوق يمكن تبغى أشياء تأخذها لعيالها تقعد هاليومين ونسافر ما قصر جدا كان رائع يعني أنت الآن قلت تتكلمي بشكل عام أغادير أنه جو العمل هو اللي يساعد الممثل أنه يبدع أكثر طيب تكلمنا عن الأجواء بشكل عام رح نتكلم عن فكرة الممثلات مين الممثلات اللي أنت فعلا في لوكيشن العامل تتمني أنها تكون موجودة معك والله يشوفي أنا ما عندي أي يمكن علاقة وطيدة مع أي ممثلة يعني كل علاقاتي عادية معاهم أحترمهم يحترموني يمكن في ناس تكون قريبة لكن مو القرب اللي هو يعني أنا ممكن أضايق من وجود أشخاص لتصرفاتهم وهذا شيء يأثر عليك في عملك بس لا أنا حاول أن أفصل بينها يعني أنا يمكن أخلاق الممثلة هذه ما أقصد الأخلاق اللي هما كأدا لا أخلاق يعني مثلا تنافق على حق مثلا الإنتاج تصارخ على فلانت أنا ما أحب هالجو يعني أنا أحترم حتى حق الشاهي والقهوة يعني لازم يكون فيه احترام للكبير والصغير يعني مثل ما أنت جاية هنا لازم تحترمين الكل فأنا يضايقني أي ممثلات لقيني أبعد عنها ما أحب أحتك فيها وفي الأموم أنا يعني دائما في حياتي الشخصية دوامي بيتي دوام بيت تمثيل فقط يعني ما أحب أنه حتى العزايم تلاقييني ما أطلع كثير ما عندي وقت لهالأمور يعني دوامي بيت الدوام البيت والتمثيل السنة هذه نلاحظ أنك أنت ممكن ما كان لك عمل في رمضان هل هو لأنه بيتك والعمل بما أنه مشاء الله عليك حتى أنت موظفة في مستشفى مركز صحي مركز صحي يعني مشاء الله ما بين التمثيل والبيت والمركز يمكن هذا الشيء اللي خلاك شيء تبتعد عن التمثيل السنة هذه لا طبعا ما لأي علاقة أبدا لأنه بصراحة اللي قاعد يقدم للسنة هذه شيء جدا يفشل من أين ناحية يفشل؟ كل شيء كل شيء يعني أنا أستغرب من المنتج اللي يفكر بالربح المادي قبل أنه يجيب ممثل أصدق من ناحية الممثلة من ناحية النصوات من ناحية اللوكيشن يعني كثير الناس تحسب أن أغادير ما تقدم لها أعمال في رمضان أنا تقدم لي أعمال لكن عندي سلفي مو أنا أجامل عندي بس مشهد واحد مع ناصر القصبي ومع أني ما كنت معاه لكن في نفس المسلسل اللي يكون متواجد فيه عن مليون مسلسل وليش؟ أشه السبب؟ يعني أنا أرتاح كثير بالتعامل مع هذا الشخص يعني يشرفني أني أشتغل في مسلسل يكون فيه ناصر فرضيت بمشهد أو بحلقة واحدة عشان موجود ناصر موجود فيه مثلاً أغاديري أنت السنة هذه ما قدرت أو ما حبتي تشتغلي هل بسبب المنتج هو نفسه؟ أم لأن النصوات اللي قدمت لك ما حست فيها؟ أيوة الأدوار اللي قدمت لي كانت غير مرضية أبداً أنا لا أقبل أني أطلع أرقص في مسلسل جداً يعني حتى عيالي قرية كانت اللفة سريعة حطها الإنتال في المنتاج حسبوني أني أرقص مع أني كنت بس أحرك يديني كنت ما أرقص بس هذه حركة أخراجية هم يعرفونها بس للأسف أنه أنا يعني كل الناس يحسبوني أنا أغادير كانت ترقص فيه شارة كانت لما كان يجي عبد الرحمن الخطيب يخطبني فشافني وأنا أرقص يعني أنا أرفض أنه أكون أطلع في أدوار تكون مخلة جداً يعني يمكن في الدراما السعودية ما تكون بس فيه إيحاءات في النص تبين أنه هذا شيء أنا يمكن بعد أسوار اثنين تندمت كثير لأنه كنت في بدايتي فتندمت كثير على الدور اللي كنت ما خدته كنت دور ممرضة جداً تحسفت عليه يعني جد كنت إنتقادات من الناس كثير أنا قريت النص غير لكن نفذ غير يعني كنت توني في البداية وما كنت أفهم يعني في النصوص التلفزيونية كثير لأنه من شدة حبي الأسوار أحبت أنه أنا أشترك في مسلسل أسوار اثنين يعني بعدها أرفضت يعني أنه أشتغل وبما أني كنت أشتغل في شيء يمس كمان مهنتي كممرضة يعني كثير يعني يقولوني كيف أنت ما أحد مصدق يعني حتى في الإستغرام تعليقاتهم أنت ممرضة معقولة يعني شلوه يعني أنا ممرضة قبل التمثيل يعني فأكل لكل هذه المهنة احترام ويعني لا يمكن أكرر فعشان كذا أنا ما شاركت في مسلسلات طريق المعلمات كنتم شاركة فيه وكان مفروض أنه يعرض في رمضان بس لضيق الوقت في الـ MBC طبعا قالوا بعد العيد طبعا اليوم إحنا وراك وراك تتكلمين بشكل عهام بما أنه أنت تمثلي الممثلات السعوديات أو خلنا نقول الممثلات المحليات بس اليوم إحنا وراك وراك ونطلع نشوف مشهد من وراك وراك يلا أعزائي المشاهدة نطلع احنا وياكم نشوف مشهد من المسلسل وراك وراك ونرجع لكم يا بنت تقيل الله أنا أبوتس يا بنت يا بنت يا بنت أب عليت تسوي كذا أب 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 هالحين 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 ولابدا وإجبارا تجيبولي عريس سمعتوا؟ ولا أنا مانا ببنية مثل هالبنات ها؟ هل 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 ه ما رح تدخل منا سامح ولا لا؟ والله يا بنتي دورت في كل محل وروحت كل الناس وخلمتهم لكن ماشي ما احد يتجاوب معي كلهم يقولون خطوط مشغولة واذا صار؟ في شو؟ في المعرس يا أم المعرسة قولي إن شاء الله يا بنتي قولي إن شاء الله قلنا إن شاء الله بس متى الزواج قسمة ونصيب يا بنتي وش تقصدين قسمة ونصيب؟ أنا عاربة أنكم ما تبوني أفرع لأن الفرح مملوعة في هالبيت ايه؟ لأن أنا البنية الوحيدة اللي مثل السندريلا أنا عجل كده مملوح علي أنا أنا عاربة أنكم تبونت أخذون الفرحة من عيني واتخلوني حزينة هذه اللقطة مخذتها من مسلسة تركية أبو عبيل أبو عبيل أبو عبيل أبو عبيل أبو عبيل أعوض بالله خلقته كتفي لعد تأكلينها لعد تأكلينها لعد تأكلينها أعطيها خبز ياها بس أبو عبيل أبو عبيل أبو عبيل نتكلم بصراحة وقلنا وراك وراك قبل الله في أمور كذا أبو عبيل أنت تتكلم فيها بصراحة بس أبي أعرف نقطة مهمة أنت إذا تقدم لك أي عمل أول حاجة وشي تفكري فيه مين المنتج ولا وش هو النص ولا وش هو دارك ولا النص هو إش الفكرة اللي مقدمة للمشاهد أكيد أول شي كي أشوف النص مجملة النص بس طبعا أكيد دوري أهم شي طبعا أحب أني أشوف وش الشخصية إذا عجبتني على طول أوافق ممكن أقدم تنازلات في الأجر عشان بس الشخصية إذا كانت عجبتني وأحس أنها راح تنفعني أو أنها تفيد الجمهور فتلاقيني على طول يعني أوافق بدون أي كلام طيب لو جينا نتكلم شوي بصراحة على موضوع الممثلات أنت بصراحة بصراحة أنا شوفي الحاجة اللي عجبتني أنك أنت تتكلم بصراحة يعني فكرة أنه أنا لا أجامل بس أتكلم بصراحة أنه الممثلات المحليات ما أبغى نقول الممثلات السعوديات الممثلات المحليات في السعودية ما رايك بأدعهم؟ منهم؟ بدون ذكر أسماء الممثلات المتواجدة أنا صراحة ما أشوف في ممثلات محليات خليهم مزالون أنا ما أشوف إلا مريم الغامدي فقط لغير والممثلات اللي ما أشوف ما أشوف أحد في ممثلة أنا أتكلم بصراحة يمكن هي تقول أنا سعودية لكن أنا ما أشوف لا نتقن يعني صراحة صراحة يعني تلاقيينها لازم فيها عكة ممثل؟ ما رايك بأدع ما رايك بأدع يعني خلينا نتكلم كالآداء أو كاللهجة ما هي عرفة تجيبها صح؟ اللهجة حتى لو مهم في التمثيل في كلامك العادي وأنت جالسة معها أتحسين أن ما فيها عرق أنه ما نقول والله أنه ضد الجنسيات الثانية أنا كثير قالوا عليه أني أنا مني سعودية حتى لو مني أنا سعودية أنا أفتخر راح أقول أنا مني سعودية يعني أنا ليش أقول سعودية وأنا مني سعودية بالعكس كل إنسان يفتخر بجنسيتها كثير يقولون عشان اسمها أغادير أنها أمها أو أبوها مغربي فأنا يعني أفتخر بكل الجنسيات وأفتخر أني أنا أكيد سعودية غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى لأن واحد اسمها أمريكا هل هي من أمريكا؟ لا هذا الشيء الذي يخلي بعض الأحيان المنتجين إذا جئنا نتكلم عن الممثلات أنه هذا الذي يخلي بعض الأحيان المنتجين يتجوا للممثلات الخليجيات ويتجاهلوا الممثلات المحليات نحن الآن لا نعرف السبب للمنتج نظرة يمكن مقاومات الممثلة ممكن يبغى واحدة كبيرة في السن مهم متواجدة هنا يمكن يبغى واحدة تكون في عمر مثلا العشرينات ما تكون ضابطة اللهجة لا أعتقد حتى أن الخليجية ستضبط اللهجة كوحدة عايشة في الرياض حتى لو أنها من سعودية فتلاقي أنها ضابطة اللهجة لكن السبب مع أن المنتجين للأسف إذا جابوا واحدة من بره يتكلفون في الفندق في التذاكر درجة أولى ويتكلف في المصروف اليومي والأجر يكون عالي الممثلة المحلية والتي موجودة بالرياض تكون دائما مظلومة نوعا ما بضع الأحيان المنتجين يقولون لك أن الممثلات المحليات يعطون أسعار خيالية لا يوجد أحد أسعار خيالية أنت تقيم الممثلة يعني شوفي عندك مثلا أستاذ عبد الرحمن الزايد هذا الإنسان مدير إنتاج مبدع مبدع يعطي كل شخصية حقها حقها في جميع سواء في الأجر سواء في الشخصية تشوفي في الشخصية مع أنه ما هو منتج لكن أعتبره منتج أنا بما أنه يفهم في أنه أغادير تصلح لها الشخصية هذه أفلانة تصلح لها الشخصية هذه فهذا الإنسان حتى يدور لكل لوكيشن يعني كل شيء شغله هو ساكت ما تسمعين له صوت تلاقيه كل العالم قال ما تشتغل يعني أحنا نحتاج مثل هذا يريحك في اللوكيشن كل شيء يسوي يعني هو أفضل مدير إنتاج عبد الرحمن الزايد لا غير صراحة يعني للمحليين محليين والباقي للمنتجين المنتجين قلت لك عنهم المحليين وهو أيضا بالإضافة لهم طب من ناحية الأخراج في عندنا شباب مخرجين يعني مش الله لا تقولي اللي بعد ما في مخرجين كيف لا نزال لا لا أنا فيه طبعا أنا اللي دائما أحس معاه براحة كاملة يعني أنا أحب المخرج اللي ما يسوي ضجة في اللوكيشن لأنه هذا مو شغل الإنتاجي مثلا بس اللي يصرخ ويلا سوي هذا وسوي هذا وفعل هذا أنا ما أحب لأنه أنت كده تربك الممثل تربك تخلي نفسي تازفت لما هو يجي يمثل على التلفزيون على الشاشة يمكن الناس ما تحس لكن إن داخلك في مشاكل ومعاناة تحس فيها مو شرط يكون يعني المخرج يقول لك أنت أو يصارخ عليك أنت لا لأنه أنا لن أسمح ولا 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 أنه أي مخرج أصنه يصارخ علي لأن أنا إنسانة يعني مثل ما أحترم الناس أحب الناس تحترمني بس أقول لك هو يسبب ضوضة يسبب إزعاج يوتر الجو العام للممثلين والممثلات فتلاقينا أستاذ أمر الديني هو طبعا كان ممثل وأصبح مخرج بما أنه ممثل حاس بمعاناة الممثل لازم يكون مرتاح نفسيا فتلاقينا يريح الممثل يلا يا بابا يلا يلا يا شاطرة ببعد من الممثلين عفوا المخرجين المحليين يعني عندنا أكثر من أسم من المخرجين ما في للأسف أنا عندي ما في أعتبرها غرور يعني عفوا غرور أغادير لا والله مو غرور لكن أنا أحب الإنسان المحترم كثير أنا ما أقول أنهم ممحترمين بس أقصد في تعامله مع الممثل يعني ما يستصغر من حجم الممثل أنا أكره حتى لو استصغر من المخرج أنا ما أحد تكلمني يعني ولا أحد قال لي شيء بس لما أشوفه يعامل إنسان ثاني غير أو بقسوة أنا يحزني هذا الشيء لأنه أنا ما أحب أنت بشر وهو بشر مو عشانك مخرج أنت تقعد تتكلم بهالطريقة أو أنك تهزئ الممثل لا لأنه أشوف فيها صراحة ضعف شخصية أنك أنت قاعد تمد لسانك على الممثل بس طبعاً في حاجة مهمة يعني أنه ما هو كل المخرجين المحليين المتواجدين هنا سعودين أو غير سعوديين يكونوا هما يتصفوا بالقساوة يمكن البعض يمكن أن أنت اشتغلت معهم معدودين على الأصابع يعني المحليين ترى ما في يعني ناس يعني أنا اشتغلت مرة مع واحد ما أبقى أذكر اسمه هذا الإنسان أنا حصل فيه حصل فيه تطش بيني أنوية هو الإنسان يمكن يكون كويس بس أنه ما أدري هو متنرفز من الشغل طيب لازم تذكري لنا اسمه طيب أنت مدام قلت نحن قلنا صريحين لا يعني أنا بالإساءة لا لا لأنه هو بصراحة أعتذر يعني يعني عرفتي فأنا يعني ما أحب أنه طيب يمكن فيه ممثلين يرفعون ضغط المخرج وهو ارتبع ضغطه وفقط السيطرة أنا بلا غرور ما أقدر أرفع ضغط المخرج عفوا يعني لأنه أنا أجي حافظة أنت شفتي الطالب لما يجيك ناقص ربع علامة يقعد يبكي يعني أنا لما أجي حافظة وأدائي كويس هو ما علق عليه ويجي في شيء أنت ما لك أبد يد فيه يقول لك والله أنت يصرخ عليك ومدري إيش أنا استنيت وخلصت المشهد حقي وحطيت رحت غرفتي وخلصت لميت أغراضي وأنا عندي مشاهد كان عندي عشرين مشاهد ذاك اليوم وخلصت وخدت أغراضي كلها وطبعا جاء لي المنتج كان متواجد معنا وقال لي أغدير أنا طبعا ما أقدر أرفض له طلب أغدير لا أنا آسف وأنا مدري إيش لأنه قال لي علميهم باللهجة كانت معي ممثلة خليجية فقال لي إذا غلطت باللهجة قولي له لأنه كان مسلسل سعودي فقالت قلت له أوكي خلاص لما يعني قلت لها كذا أنا يمكن غلطتي ما قلتها بعد المشهد لأن المشهد طويل خفت نكمله كله وبعدين نرجع ثاني مرة ونقعد نقوله عشان هالجملة قمت قلت له المهم يعني باختصار أخدت أغراضي وجاء لي المنتج قال لي آسف الممثلين جوني كلهم أغدير لازم يعني احترامل لنا ولمفضل أنك أنت ممثلة يعني تكوني صبورة أكثر من كذا ما تعصبي عليه لا صبورة لكن هو رفع راسها رفع صوت بدنا اللخبط رفع صوتها قدام الناس يعني قدام المصور وقدام المنتجين يعني أنت عندك شيء تعال دولي بعدين هو جاء ويعتذر مني وصوى يعني حركة جدا يعني أنا أشكر عليها أنا يعني مخرج ما عمرا يتعامل مع هذا لأنه أنا أنا من النوع اللي ما يمكن ما تعرف بحد يعرف إذا أنا تضايقت دموعي تنزل غصبا عني فشافني أبكي فيحسمني قلت أنا ما أبكي عشانك أنت صرخت لأنه أنا تعاملت معاك يعني قلت له لأنه أنا ما أحب أحد يجرحني أبل فيعني قام يعني اعتذر مني وقال لي خلاص طيب اش رأيك لهم يعني من خلف الكواليس قلت يقول لي منال نطلع نشوف مشهد من المسلسل الكرتوني سعيد وسعيدة طيب ما شاء الله عليها عندنا غاديرنا سعيدة جدا فنطلع إحنا إياك نشوف مشهد من المسلسل الكرتوني سعيد وسعيدة يلا نطلع نشوف عزائي المشاهدين نطلع نشوفهم نرجع لكم تطب يا جماعة وشو؟ شو؟ ما أعتقد المليون عن جد؟ طبعا عن جد أجن نمزح حنا؟ روي بقى في شي سعيدة؟ ما في شي ست سعيدة كفاية نصف مليون بعضها فلي وشو يعني فلي؟ ست سعيدة فلي يعني كافي فلوس ما بتفهم فلي؟ أنا معلوماتي ممتازة لا تخاف علي ولك مين قال أني خايف عليكي؟ يا أستاذ بصراحة أنا وزوجي محتاجين المبلغ ولك شو أنا شؤون اجتماعية؟ ما قلت لك معك نصف مليون كفاية ولا بتخسري كله وأنا قبلت التحدي وراح أخذ المليون عموما أنا حاولت معك أبدأ التسجيل ست سعيدة سؤال مليون ريال كم عدد صفحات رواية نجيب محفوظ أولات حارتنا؟ خمسمية وتمانين، خمسمية واحد تمانين، خمسمية اتنين وتمانين، خمسمية أربعة وتمانين وش هالسؤال؟ شو ست سعيدة لا ما بتقدر يتنسح بيه ليش؟ ما في الاستعانة بصديق معك حق، نسيت طيب، يلا ابدأ بالاستعانة بصديق أوكي، نتصل بالصديق أيوة، معك بوب مرتاحي من برنامج منسى ربح الليمون يا عمي تكلم عربي بدي أفهم مين معي؟ السيد كومار؟ كومار؟ يا سعيد لا... أوف، يا عمي مش معقول مش معقول هيك خربتوا برنامجنا وبتخسروا كل فلسكن خسرنا فلوسنا؟ آه، والله ما نسعبك، ولاه ما تفلت مني اشتركوا في القناة انه الزمان يرجع وتقولي العمل هذا ارجع انا اشتغل فيه مرة ثانية هو عيال قرية هو اللي يعني بما انه الناس عرفتني فيه مع اني اشتغلت قبل بس عيال قرية هو العمل القريب بعدها يجي سلطانة وبعدها يجي وجوه محرمة طيب اغدير نبغى كلمة نهائيا في ختام حلقتنا لليوم تحب توجيهيها المين للمنتجين للممثلات للممثلين من اللي ودك توجي الرسالة هذه لهم تسمعوها بصراحة والله المنتجين يمكن لو نحكي من اليوم لبكرة هم مقتنعين باللي سوونا يعني احنا ودنا انهم يخذون بيدنا احنا كممثلات سعوديات وانا الحمد لله يعني اشوف ما في انصاف يعني لها الدرجة يعني ممكن انا يعجبني مثلا زي عمر الديني كمخرج يعجبني انه ياخذ الشخص عشان يعرف لها الشخصية او عبد الرحمن الزايد بس بعض المنتجين لا يمكن يفكرون باشياء ثانية مع انها تكون عندها لا موهبة ويطيرها في السماء ما ادري وش السبب بس ان شاء الله نتمنى انه ناخذ حقنا في البطولات كباقي الفنانات ونتمنى انه تكون اعمالنا انجح من الاعمال اللي قاعدين نشوفها هذا اهم شي يعني طبعا اوجه يعني تحيتي اكيد لزوجي اللي هو داعمني اولا واخيرا يا سلام يعني زوجي يعني حاجة مهمة هو اللي داعمها اكيد يعطيك الف عافية اغادير اسعتين اليوم بتواجدك معنا كانت حلقة صراحة لطيفة وحلوة يعني مشاء الله عليك رومانسية وكوميديا ومشاء الله كل شيء الله يخليكم البعض الله يسلم لك يا ربي وانا سعيدة كثير واشكرك اختي منال واشكر كل القائمين على البرنامج خلف الكواليس والمخرج واشكر استاذ فهد الهديب اكيد لانه اقول له سامحني على التأخير يعني انه من زمان كان مفروض اني اكون معكم بالبرنامج لكن الحمد لله يعني ربي كتب اني اكون بعد العيد اشكر التلفزيون السعودي على استضافته وبرنامج دراما ايضا وان شاء الله تفنالكم كثير من النجاح والتقدم الله يسعدك يا ربي يخلك لنا الله يسلم يا حبيبتي اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم نشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم دراما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة